ملايين الأطفال في اليمن فقدوا كل حقوقهم الأساسية في الحياة لا تعليم ولا صحة ولا شيء من فرص العيش المتاحة لغيرهم من الأطفال في بلدان غير اليمن الآلاف وجدوا أنفسهم مجندين في معركة ليست معركتهم أضحوا بضاعة رائجة للميليشيا تقودهم إلى الجبهات وهدفا لطائرات التحالف التي اغتالت حياة العديد منهم وإزاء ذلك جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن مطالباتها بإنهاء ومنع إشراك الأطفال في النزاع المسلع وشددت البعثة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال على أهمية إبقاء الأطفال آمنين من الحرب معتبرة أزج بهم في الصراع انتهاكا لقانون حقوق الإنسان ولفتت البعثة إلى أن أحكام حماية الطفل جزء أساسي من عملية السلام الجارية من جهته قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيا الحوثي يزيد عن 30 ألف طفل داعيا إلى مراجعة آليات الرصد الخاصة بالانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ومؤكدا أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية بعيدة عن الواقع ترجمة نانسي قنقر